قد اجتمعت اليوم اللجنة أو خالية الكوفيد لأعضاءها من المسؤولين وكذا شركاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات طلابية وأطباء المنتمون للمؤسسة لدراسة الوضعية الصحية في المؤسسة وبعد ما تبين بأن هناك مجموعة من الإصابات والحمد لله ليست بالكثيرة ولكنها أصبحت توثير هاجس الخوف بعد أخذ ورد تبين وتقرر بأن النشاطات البيداغوجية تعلق بدءا من الغد لمدة أسبوع في انتظار مستجدات وستجتمع هذه اللجنة يوم الثلاثين أيضا لدراسة الوضع واتخاذ القرار إما بالتمديد أو بالعودة لأولي الاستئناف النشاطات البيداغوجية